اتفاق دولي إذن هو ما قد يحدد مسار الأحداث في سوريا اليوم بيد أن النظام ومن تبعه فوق الاتفاق المبرم في محافظة حماء وتحديدا بريف حمل جنوبي نرى جليا ما يتحدث عنه الثوار خرق علني واضح من قبل النظام تبعه رد دفاعي للثوار منعا لاقتحام بلدة حرب نفسه الاشتباكات وكما وصفها شهود عيان هي الأعنف منذ فترة طويلة على هذه الجبهة كما أكد الثوار لأورينت نيوز استهداف الطيران السوري المدعوم بالمقاتلات الروسية 23 غارة على بلدة حرب نفسه تحديدا للعمل على تغطية القوات البرية التي تحاول التقدم لاقتحامها من جهته وكما افتعل النظام رد الثوار بالنف فقد أطلق صواريخه باتجاه المحطة الحرارية المركز الأمني لقوات النظام في بلدة الزارة بالريف الجنوبي تبعه أربعة قتلى للأخير بواسطة عبوة ناسفة إذن لهيب الأحداث المتواترة باتت علانية اليوم في ريف حما الجنوبي سهر الأحمد أوريانت نيوز